بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين حلقة جديدة من برنامجكم فاتش الكتب والنهاردة معادنا مع إنجيل مت إنجيل مت هو أول سفر بيقابلنا في كتاب العهد الجديد إنما مش أول سفر تكتب تاريخياً إنجيل مرقص يصبقه تاريخياً لكن إنجيل مت هو الوصلة اللي بين العهد القديم والعهد الجديد لأن معلمنا مت بيخاطب اليهود والفكر اليهودي وبيأكد إن المسيح له المجد هو المسية اللي كل اليهود مستنية والعشرات ومئات من النبوات تكلمت عنه ومن هنا البداية اللي ابتدائها إنجيل متة بنسب السيد المسيح مشي مع ميلاد ربنا يسوع له المجد وتتبعه كده من أول أبونا إبراهيم عبر الأجيال إلى داود إلى أيام السابي إلى مجيء المسيح له المجد وأسم للتاريخ دا إلى 14 في 3 يعني 3 حقبات كل حقبة خادت 14 جيل لغاية ما وصلنا إلى ربنا يسوع له المجد وذكر من أول الإنجيل ومن العدرة والحبل البتولي إنما ما ذكرش بالتفصيل زي إنجيل لوأة قصة البشارة وتفصيلات متة الإسم معناه عطية الله وهو نفسه بالعبرية ناس نائيل وفي اليونانية ثيودورس أو تدرس إذن ما نتلخبطش إن الأسماء دي لشخص واحد ومتة هو شخص إسمه لاوي ابن حلفة وكان عشار وكان قاعد في مكان الجباية لما عد ربنا يسوع له المجد عليه وقال له اتبعني ساب كل حاجة وقام ومشي وراء كلام دا مذكور في نفس إنجيل متة إصحح 9 وإنجيل له إصحح 5 بيورينا أنه متة أو لاوي عمل ولي من ربنا يسوع له المجد ودع صحابه الخطاء والعشرين وكان لقاء جميل كأنه فرحان بالمسيح له المجد اللي اختار بعد كده اختير متة من ضمن الـ 12 رسول فمتة تلميذ من الـ 12 تلميذ لكن مثلا لوقة ومرقص ما هماش من الـ 12 متة ويحنى من الـ 12 تلميذ إنما لوقة ومرقص مش من الـ 12 أكتر فكرة روحية تغلب على إنجيل معلمنا متة هي فكرة المسيح الملك والملكوت السماوي اللي جاي بي قد أقبل عليكم ملكوت الله اطلبوا ملكوت الله وبروا هذه كلاته زاد لكم ومن هنا يجي توزيع إنجيل متة كله كأنه بيقدم لنا المسيح الملك ميلاد المسيح الملك تتويج المسيح كملك دستور الملك اللي هو الموعز على الجبل رفض الملك من اليهود خدمة الملك وعمله مع المملكة بتاعته في الآخر تتويج الملك ربه ملك على خشبة وانتصار الملك في الآخر بالإيام فإنجيل متة بيركز تمام على المسيح كملك يتسم إنجيل متة كمان أنه في أمثال الملكوت بيشرح الأمثال ويستفيد فيها أكتر إنجيل في أمثال مثلا 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 العزارة الحاكمات مثلا المدعوين أمثال الملكوت بتاعت الخميرة والحنطة والزارع في نفس الوقت كمان يتسم إنجيل متة باهتمامه بالأرقام يعني تلاحظوا مثلا رقم ثلاثة ييجي كتير في التجلي فيه ثلاث تلاميذ في جسيماني فيه ثلاث تلاميذ يعني ذكر رقم ثلاثة بيذكر فيه مرات كتيرة أكتر من بقية الأنجيل كمان إنجيل متة وإن كان بيخاطب اليهود بيشرح لنا بشكل مستفيد العداء اللي بين اليهود وبين ربنا يسوى الصدام اللي بينه بزي اليهود بيعادوا المسيح بيتأمروا عليه بيرفضوه بينقضوه يعني بيحاولوا يوقعوا في الكلام بيجربوه وربنا يسوع باله طويل عليهم وبيحيلهم وبيرد على أسئلته وما هكذا إنجيل متة سهل الواحد يقرأ لأنه بيحكي حكاية المسيح له المجد والجميل فيه أنك تقدر ترجع دايما مع كل النبوة وتشوف أصلاف العهد الأديم عشان تربط العهد الأديم بالعهد الجديد برضو بالمناسبة يعتقد أن إنجيل متة كتب أولا عبري في فلسطين وترجم بعد كده لليونانية عشان العهد الجديد كله يوناني هاخد معاكو زي ما تعودنا جزء من إنجيل متة من ناحية تأملية عشان برضو نعيش كده أسلوب معلمنا متة في الكتاب في متة 14 عدد 22 يقول وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويزبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع القصة دي كيتأولها الخمس خبزات والسمكتين وبعد ما خلصوا توزيع على الناس ولموا الأفف قال لهم ازبقوني وأنا اخترت القصة دي لأن في إضافة كتبها معلمنا متة تميز القصة دي في إنجيل معلمنا متة بينما هي مذكورة في أغلب الأناجيل ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة يعني ربنا يسوع أصر أن هم يزبقوه هم طبعا عاوزين يمشي معهم كلا معتاد إنما ربنا يسوع كان عاوز يصهر يصلي على الجبل وكان عارف أنه البحر هيجعلهم وكان عاوزهم يشوفوا التجربة دي لوحدهم شوي عشان بيكبرهم روحيا فالمرة دي هو مش معاهم هيخافوا إلا لا أدرين يفهموا لهوته ويعرفوا حضوره حتى غير المنظور ولا لسه مهزوزين ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويصبقوه إلى العبر يعني يعدوا نحية تانية من الماء حتى يصرف الجموع وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفاردا ليصال دي ورين حرص ربنا يسوع له المجد على الإختلاء في الصلاة في نص الليل أو في باكر حتى لما يكون معه آرب الناس لي برضو ما تنسوش أن التلاميذ في الوقت ده كانوا مرهقين من يوم طويل لأن هم قعدوا يسمعوا اليوم اللي قبله والمسيح بيوعظ لجاية الغروب وبعدين قالوا له الناس جاعت وبعدين عمل المعجزة راحوا رصوا الناس الأول وبعدين رجعوا ووزعوا عن ناس ودول خمس تلاف راجل غير الستات والعيال وبعد كده ما تنسوش أنه قال لهم اجمعوا الكسر فرجعوا نظفوا الجبل كله من الكسر ولموا اتنشر قفة وبقت مثلا تمانية تسعة مساء فكان يوم مجهد ويوم طويل وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفاردا ليصلي ولما صار المساء كان هناك وحده وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معزبة من الأمواج هنا تصوروا معي التلاميذ هيفكروا ازاي يعني هو قعد يلزمنا ندخل السفينة وأكيد عارف أن البحر هيهيك طب ليه ألزمنا عاوزنا نغرق لوحدنا طب ليه سيبنا بنغرق طب ليه مش بيسمع لما بنقوله رب نجينا ليه البحر مش بيهدأ هنا التساؤلات تدخل كاختبار للإيمان والفكرة دي قريبة لحياتنا لأن ساعات الواحد يبقى دايق حاجة حلوة قوي من ربنا وبعدها بشوية تيجي أيام صعبة أو تيجي ظروف ضيئة يبتدي يتساءل ليه رب كده طب ده إحنا لسه دايقين منك حاجة حلوة قوي ولسه شفنا معاك معجزة كبيرة قوي إيه اللي حصل عشان الحكاية تتهز وتبقى إيه فجأة كده البحر هايج والريح شديدة ومفيش استجابة ومش شايفين المسيح وألزمنا كأنه عاوزنا ندخل في التجربة دي لما صار المساء كان هناك وحده وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأموك لأن الريح كانت مضادة في واحد يقول كده أنا حاسس كل حاجة ضدي الريح مضادة دي بتفكرنا بأن الواحد يحس أنه ما فيش حاجة مشية صح كله وراء بعض كله ضدي الموج عالي والريح شديدة وضدنا مش مخليانا نعدي وفي الهديع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر هنا دايما يجي التساؤل يقول ليه ربنا بتأخر ليه ربنا ما جاش في الهزيع الأول تعارفين الهزيع ده يعني مثلا من 9 لـ 12 وبعدين من 12 لـ 3 ومن 3 لـ 6 يعني بيتقسم الليل لو ابتدنا من 6 مساء لـ 4 هزيع يعني كل ساعتين 3 فترة كل الفترات دي حوالي 7-8 ساعات مثلا عانوا التلاميذ من الموت بيغرقوا ومش لقين استجابة والبحر مش رادي يهدى والريح شديدة وبعدين ربنا يسوع مش موجود فنظرهم مش موجود تلاحظوا أنه فضل ربنا يسوع الجبل بيصلي يعني ما نامش الفكرة دي بتريحنا على الأقل ربنا يسوع حتى لو سمح بالتجربة هو بيبقى حاسس بيه في كل ديقة هم تضايق إنما دا مش معناه أنه يدخل بسرعة ربنا بيبقى حاسس بالواحد وقلبه معاه جدا إنما بيختار الوقت المثالي اللي يدخل فيه ففضل سيابهم هزيع أول وتاني وتالت ورابع وفي الرابع قبل الفجر ظهر المسيح مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر فلما أبصروا التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا اضطربوا ليه تم دا منظر حال شايفين المسيح جاي اضطربوا لأنه أولا هو يا ترى هو أولا مش هو من كتر المجهود والتعب الناس ممكن يتهيألها إنها ابتدت تخرف وإنها بتشوف حاجة مش حقيقة واضطربوا لأنه ماشي على البحر فحاجة عمرهم ما شافوه قبل كده جاي على الموك فظنوه خيالا قائلين أنه خيال ومن الخوف صرخ أحيانا ربنا يسوع يسيب الأيام الصعبة تشد علينا الغاية لما الواحد يصرخ في فرق بين واحد يصلي عادي وبين واحد يصلي بصراخ يقول من الأعماق صرخت إليك يا رب فلما التجربة تشد قوي ولما الواحد يكون مهزوز تمام ويبتدي إيمانه يعني يتهز بيصرخ يا رب نجينه فللوقت كلمهم يسوع قائلا تشجعوا أنا هو لا تخاف هنا حصل موقف برضو غريب لأن هما بيصرخوا عاوزين الماء تهدأ وعاوزين الريح تتقف إنما ربنا يسوع في دلوقف بر المركب وهما شايفينه وبيقول لهم تشجعوا أنا هو لا تخاف تم المشكلة ما تحلتش يا رب البحر مش رادي يهدأ الريح مش رادي تسكت فساعات الواحد يقول له يا رب أنت بتقول أنا هو لكن ما بتعملش حاكم فربنا مش دايما يتدخل بسرعة على هوانا ربنا عاوزنا نبضل وسط التجارب متشجعين وما نخافش ما نتهزش خلي الموج عالي وخلي الريح شديدة بس لا تخاف أنا هو يبدو من الكلام ما كانش مريحهم قوي لأنه هما تعبوا وعاوزين البحر يهدأ والماء دخل على المركب والمركب بتغرأ وهو لسه ماشي على الماء بيقول أنا هو لا تخاف فأجابه بطرس وقال دي بقى الحتة اللي تميز إنجيل مت لأنه كان في المركب يا سيد إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء معلمنا بطرس صرخ وقال له إذا كنت أنت هو ده معنى أنه فيه نسبة شك في الموضوع أو الخيال لسه ممكن يبقى احتمال قال له إن كنت أنت هو مرني ومرني أجيلك طلب غريب جدا لأنه طب قول إن كنت أنت هو قول للبحر أسكت إن كنت أنت هو خلصنا من المشكلة اللي إحنا فيها وصلنا البر بسرعة إنما أحياناً الواحد في الضيقة الشديدة قوي بيبقى عاوز بس إثبات إن ربنا جنبه حسي محسوس من كتر التعب والإرهاق النفسي فكل اللي جاء في باله إذا كنت رب مش عاوز تهدي البحر ومش عاوز تسكت الريح ومش عاوز توصل المركب طب أنا تعبت من الجو اللي أنا فيه ده خلينا جيلك وخلاص فمرني أن آتي إليك حتى لو الطلب كان غريب نفاجأ إن ربنا يسوع سمع للطلب فقال تعالى طب ليه ربنا يسوع سمع للطلب ده ربنا يسوع فيه طلبات يسمعها بسرعة لأنها تثبت الإيمان وما تتعارضش مع خطة ربنا وفيه طلبات يأجلها للوقت المناسب لما بطرس قال له خلينا جيلك قال له تعال إنما لما التلاميذ بيقوله ربنا جينا فضل ساكت وما بيستجبش للنجاب بسرعة إذن ربنا دايما له حكمة وراء التجارب وراء المشاكل وراء التأخير كل حاجة محسوبة عند ربنا فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلي يسوع يعني معلمنا بطرس عمل حاجة غريبة جدا طلع رجلي من المركب وكأنه يعني دماغه مش فيه وحط رجله على المية وكأنها أرض وطلع رجله التانية وبتعده يمشي طبعا الكلام ده لو واحد هيفكر بالعقل مش هيقبله إذنما معلمنا بطرس طول ما كان باصس على ربنا يسوع وشايفه طالع مع الموجة ونازل مع الموجة زي اللي مش بيفكر فهو كمان حط رجله وابتدى يطلع مع الموجة وينزل مع الموجة وعنيه على المسيح له المجز ومشي كذا خطو وبعد عن السفينة كذا خطو وربنا يسوع قاعد مستنيه وزي اللي فاتح ده كده عشان يستقبله المنظر ده يفهمنا حاجة من البركات بتاعت التجارب الأيام الصعبة البحر لما يشد والريح تشد ربنا يسوع بيبقى عاوزنا ندوق حاجة مش هنعرف ندوقها في الأيام السهلة إن الواحد يتخطى الحدود الطبيعية ويدوق كده إنه ماشي فوق الموج العالي ما أسهل عند ربنا إنه يحل المشاكل إنما ربنا عاوزنا ندوق حاجة أحلى إنه إحنا وسط المشاكل نمشي فوق المشاكل تبقى المشاكل تحت رجلنا مش أنت يا بطرس خايف من البحر العالي إيه رأيك تتمشى فوق البحر العالي خليه عالي وخلي الريح شديدة تعالى نتفسح في الجو ده حاجة عجيبة إنما ربنا يسوع قبل الطلب عشان يفرج التلاميذ على منظر عمرهم ما شافوه بطرس صاحبهم وزملهم اللي كان بيسرخ معاهم بقى يتمشى على المية ويطلع مع الموجة ويطلع وينزل برضو حكاية الموجة اللي بتطلع وتنزل دي تنبهنا لحاجة حلوة في التجارب الواحد ساعات إيمان ويشد يطلع كده مع الموجة ويبقى عنف أعنين ربنا يسوع يقول هتعدي هتعدي وبعدين ينزل بالموجة لتحت يبقى قدامه صور مية فيقول فين المسيح اختفى ولا ايه ويبتدي يخاف تاني ويترعب فحكاية الموجة دي اللي قال عليها معلمنا يعقوب المرتاب يشبه موجة من البحر تضربه الريح وتدفعه يعني الشخص المتشكك ده زي موجة ساعة يطلع ويقول كله هيبقى حل وشوية تاني يقول لا ده مفيش فايدة ده احنا هنغرق وربنا يسوع بيسيب ده كله عشان الواحد يعني ينشف عظمه كده ويبقى إيمانه قوي بطرس نزل ومشي على المية وعمال يقرب من ربنا يسوع له المجد وبيبعد عن المركب بعضو دي تعلمنا حاجة تاني ان ربنا يسوع عوزنا بعد التجارب اللي بتعدي علينا نبقى مستبيعين شوية ما نبقاش بنخاف من حاجة أبدا اهل موت تحت عنينا انما ايه رأيك بص على ربنا يسوع تلاقي الحياة كلها تشجعوا انا هو لا تخاف ربنا عاوز اللي يشتغلوا معاه يطلعوا بر المركب يمشوا فوق البحر ما يبقوش خايفين ومتحصنين في المركب التعبانة اللي هتغرق كده كده انما يبقوا فوق الظروف وما يهمهمش اي حاجة طالما عنيهم فعنين ربنا وبعدين هيحصل ايه لكن لما رأى الريح شديدة خاف وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا يا رب نجينه هنا معلمنا بطرس نازل عيني اللحظة من على ربنا يسوعه بص على الموج وانتبه للريح ويمكن بص كده بعينه شاف زميله اللي في المركب اللي بتغرق المهمة النعني ما بقيتش مركزة على ربنا فابتدأ يخاف وترعب وأول ما خاف زي ما تقولوا المياه حسد كده ابتدأ ينزل على طول في المياه ويغرق ده معنى ان الخوف يضعف الانسان جدا بينما الثقة تدي له قوة عجيبة فلما خاف وابتدأ يغرق هنا خلاص ليش هيطول المركب دلوقت والتلاميذ مش يعرفه وينقذوه في الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت ربنا يسوع في لحظتها على طول مد يده ومسكه يعني لو الحكاية هتوصل لغرق لا قبلها بلحظة لازم ربنا يسوع يمد يده ويمسك مش ممكن يحصل لأولاد ربنا حاجة وحش انما ربنا يسوع لما مسك يده بشدة كده وخده معبأ ودخاله المركب قال له يا قليل الإيمان لماذا شككت واحد يتعجب واحد مشي فوق البحر وفوق الموج العالي ولسه قليل الإيمان احنا لسه ممشناش على البحر لكن احنا اكيد عندنا قلة إيمان بتخلينا خايفين من الظروف وخايفين من الموج ومن الريح ولما دخل السفينة سكنت الريح دخل يعني هما الاتنين دخلوا السفينة ربنا يسوع خاد بطرس وخادوا من الموج ودخلوا السفينة والدنيا كلها هدية اول ما دخلوا السفينة والذين في السفينة جاءوا وسجدوا لو قائلين بالحقيقة أنت ابن الله كل اللي في المركب سجدوا وقالوا بالحقيقة أنت ابن الله هنا كأن الإضافة اللي ذكرها معلمنا متى بحكاية بطرس لما نزل ومشي على المية تشرح لنا أبعاد أخرى إزاي أن الإنسان فينا ممكن يطلب طلب غير متوقع وربنا يتجاوب معه عشان يأكد له أنه سامع وأنه حاسس به إنما الطلب الكبير بتاع النجاة لهم عاد ونهاية التجارب محسوبة عند ربنا ليه حساباته لكن إيه رأيك جوة التجربة ما تيجي تدوق حاجة عمرك ما دوقتها ما تيجي وسط الريح الشديدة والموج العالي ده تدوق حاجة هتفضل فاكرها طول العمر إنك مشيد فوق الموج العالي الحاجة التانية المهمة اللي الواحد لازم يتعلمها إزاي شغل ربنا يحتاج لواحد يطلع بره المركب يعني الحصانة اللي بناخدها من بعض ومن الظروف دي حصانة مزيفة إنما الأمان الحقيقي هو أنك تبقى عنيك فأين ربان والأمان الحقيقي إنك تمسك إيد ربان وتبقى مش خايف حتى لو خطيت خطوطين وجدت ازح لأ هو مش هيسيبك برضو كأن الإيمان دايما يحمل معروح المغامرة المغامرة اللي ربنا حسب طلب ربنا ربنا بيقول له لوح دعمل حاجة ما تكونش محسوبة ما تكونش بالعقل تمسي إنما ربنا عارف بيقول إيم زي ما قال لبطرس مثلا ادخل للأمق ورمي الشبكة طب أمق إزاي والدنيا ظهره والبحر فاضي على كلمتك ألقي الشبكة هنا بطرس الرسول بالرغم من عيوبه إنما هنا في ميزة جميلة الاندفاع الحلو اللي بالإيمان ده الحادثة دي بتعلمنا حاجات حلوة إن ربنا يلزمنا أحيانا بدخول التجارب يعني مش بس بيسمح بيها لا يبقى عاوزها تحصل والواحد ساعات يتعجب طب ليه ربنا الطيب الحنين يسمح لنا بأيام ولأيالي صعبة زي كده إنما الليلة دي أصبحت رصيد للقدسين دول مش ممكن ينسوها أبدا مهما عد على الكنيسة بعد كده أيام صعبة وهم لوحدهم يقولوا لا المسيح علموك المسيح لو المجد يعنيه علينا مش ممكن هيكون سايبنا هو على الجبل بيصللنا إحنا متأكدين إنه معانا فلما بقوا قادة الكنيسة أبقنا الرسل دول والمسيح صعد للسامة ما اضطربوش أبدا بس معنى همش بيخافوا تاني حتى لما الريح بقت شديدة واليهود كلهم ضدهم والرومان كمان ضدهم كل ده ما خلهم سيضطربوا وخلى كل واحد منهم عنده استعداد يطلع رجليه برا المركب ويمشي على البحر ومش همهم لأن أعنيهم على ربنا يسوع له المجد حكاية عينين الواحد تبقى على المسيح طول الوقت دي دي تعلمها لنا كنيسة بالصلاة الدائمة أو صلاة ربنا يسوع إن عشان عينيك ما تنزلش من على المسيح تعود تقول يا رب يسوع طول الوقت لأن لما تبص حواليك زيادة وعنك تنزل للظروف والمشاكل لازم هتترعب وهتخاف وهتغرق إنما طول ما أنت بتقول يا رب نجيني يا رب نجيني مش ممكن يحصل لك حاكم فمن الحاجات الحلوة إن الواحد يركز على ربنا يسوع نفسه ما يقود يبص حواليه كتير لأن اللي بيركز في المشاكل بيختفي المسيح من قصاده اللي بيركز في المسيح لو المجد بتختفي المشاكل من قصاده في نهاية اللقاء ده يقول كلهم سجدوا قدام المسيح وقالوا بالحقيقة أنت ابن الله يعني كأن لغاية اللحظة دي احنا في ماتة 14 يعني قربنا خلاص على الصليب ونهاية الرحلة كان لسه إيمانهم بالمسيح لو المجد كإله لسه شوية بيضعف وبالرغم من اعترفهم في الليلة دي إن المسيح له المجد بالحقيقة ابن الله ده ما منعش إنهم كلهم في ليلة صليب وشكه تاني وبطرس اللي شاف نفسه بيتحدى الطبيعة كلها هو نفسه اللي أنكر ليلة صليب ربنا يسوع ثلاث مرات وقدام جارية من الخوف يعني كأن ربنا كان بيحضر يقول له بلاش الخوف الخوف بيغرق يا بطرس إنما الدرس ده ما تحفرش جواك فايا فوقع مرة أخرى وأنكر المسيح إنما ربنا يسوع ما دي إيده برضو وأمسكه وأقامه من الحزن ورجعه تاني يبقى رسول عظيم مرة تانية أتمنى كلكم تقرؤوا إنجيل متى اللي أسبوع ده هو 28 إصحاح إنما كل يوم لو خدتوا أربع إصحاحات تقدروا تخلصوه في أسبوع والمرة دي هنطلع النبوات الخاصة بربنا يسوع له المجد فكل إصحاح هتلاقوا واحدة أو أكتر إيه النبوة اللي جايبها من العهد الأديم تؤكد إن المسيح له المجد هو الشخص اللي كل الأنبياء بيتكلموا عنه ربنا يسوع له المجد الإله المتجست فأنا عاوزكم الشطر يطلع 3040 نبوة على الأقل من إنجيل متى بفكركم مرة تاني إن احنا عندنا ميل للبرنامج نحب نستقبل كل أسئلتكم إن كان في إنجيل متى أو في الأصفار اللي فاتت كلها عشان يبقى لنا مرة حلقة للأسئلة نجاوب على قد ما نقدر من أسئلتكم لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الآبد آمين